شوفوا بقى انا من الناس اللي مش بفضل اللعب الخرعة اللعب اللي بيدور على مبررات اللعب كرة القدم يعني رجولة رجولة شخصية رجولة تصرفات رجولة اداء كل اللي انت عايز تقوله عن الرجولة اقوله ودي الكرة مش بس في مصر في اي مكان عشان كده اما تجي بص على منتخب الشباب نقول بكل امانة شديدة عندنا لعيبة لكن في جزء فني في ادارة اللعبة غلط تمام حلو هل ده بقى فقط في منتخب الشباب لا اهو موجود الموضوع ده في كل حاجة طيب ازا مالك ازا مالك بقى حكايته ايه الحقيقة انه السنة دي والموسم ده مع عبدالية الصفقات وصفقات الموسم ده في الزمالك مش في افضل حال ولا في اكمل وجه ليه هقولكم لان احنا ما جينا نختار اختارنا بصياغات غريبة اولا امير مرتضى من محبين قطاع او لعيبة قطاع شمال افريقيا وانما راح جاب زكريا وردي يكيب لعف الرجاء وووووووو فجيب زكريا وردي زكريا وردي بعد ثلاثة اربع مالشات لا اسباب لا نعلامها إلا إنه حسب كلام إدارة الزمانيك إن الجمهور هاجمه فعشان كده ما قدرش يكمل ونفسيته تعبت وجمه والدته قاعدت هنا شوية ومنفعش فراج الأم رجع الفلوس اللي ليه عندنا وقال إلا شكرا أنا ماشي وراح يلعف الرجاء اللي عنده جمهور بيضغط برضه وحكايات يعني وجماهير بجد موجودة مش خمس تلاف متفارك ومعرفش ببعثوا بقى على الواتس وبيبعثوا على السوشيال وبيعملوا ألا 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 زي هنا يعني فأنت قررت تمشي عشان إيه الشخصية ضعيفة أه ما قدرش تستحمل الضغوط لعب جاي يلعب في الزمالك وكاي بلعب في الرجاء وشخصية ضعيفة دي مشكلة كبيرة زي اخترته أساسا ومع ذلك عدينا موضوع من زكيان وردي لكن بقى ظهر لنا في البخت لعب جديد اسمه مصطفى شرق ما قاله حاجة مصطفى زعلان متدايق زهقان من إيه يا حاجة مصطفى قال لك الجمهور بيهاجمني طعب من يوم الليزر وإيه الأداء الأساسا للكاروي الزفت يعني لعبت زي كلهم بيقدوا أداء سيء جدا فنيا وموسيق للنادي ويزهق الجمهور أساسا أنه يشجع فأب طلعينا في البخت أصلوا بصربوا العقدي بتاعك طب هو هلا دلوقتي عاوز أعرف هم بصربوا العقدي بتاعك وده عقدي صحيح ولا زي ما قدرت زيك بتقول إن العقدي بالصحيح زعلك إنت وأمسطك إنت وإن كل شوية ما تزعلش يا مصطفى يا عام هنقض وإحنا دادي لأمتى هو إيضان زيكة تقعد تدادي اللعيبة ما تاخد ما يا عام ما تسترجل يا عام طلع خبر بقى مضروب طلع خبر صحيح اشتغل طب إيه رأيكم بقى إن كان في ضغوط أكتر من كده على واحد سبحامد عواج وكان بياخد بقى فعلا الرقم ده ومحدش طلع نفع وإيه بياخد رقم قد كده يعني كان بياخد رقم قد كده يعني كان بياخد أكتر من طريق حابق وقته ولا حاجة رقم متأسرش يوم ما بينزل الملعب بيؤدي اللي عليك هي دي القصة هي دي الموضوع هي دي الفيلم لكن أخونا مصطفى عشانا بيعوزين طبطب عليك طبطب عليك ليه ما تؤدي اللي عليك الأول في الملعب قصدو بيقولوا عليك ما يقولوا عليك ما تلعب في الملعب ورينا الأداء القوي والحقيقي والمستوى وانت جبت 11 هدف باين وانت جبت 11 هدف في أيام بيهم فيين تجبت هدف وحيد في مطش بيرامنز ثم زهابا 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 في مستوى دون اي دون اي اداء فني محترم تقدر نبني عليه او تطلب ان الناس تدعمك لا استدعمك وما عزيك يا عم اداطي زيك قاعدت دعمك وتقولك خلاص طيب انتو عارفين لو احد اسباب انه اخونا مصطفى شنبي ما سافرش تطبطش الترج اللي مفروض كل أوراقك اساسا طلبها مش مصابة تبقى بتلعب في المباراة دي بما فيهم مصطفى شنبي لكن في رياه قالك ريحوه ليه ريحوه؟ قال له لقيانه نفسياً تعبان. إيه؟ نفسياً؟ يعني أسباب استبعاد مصطفى شال بإنه نفسياً تعبان. مش قادر يقدي. يا راجل. طيب رجع يعمل فلوس بقى اللي انت خدتها الخمسة جنيه ولا العشرة جنيه آياً كان القيمة. وطيك يا الله كل الاستغناء بتاعك. وروح روح إيه رجعين بي. روح اللادي الأهلي. روح اللادي المصري. روح اللادي. اللي يعجبك بقى. اللي يعجبك. دي لازم يبقى قرار حقيقي. لكن إيه؟ أعصب رايحه نفسياً. يعني إيه نفسياً يعني؟ يعني إيه؟ في إيه؟ إيه بيجرم؟ إيه الحال ده؟ الحاجة التانية بقى. إضارة الزمالك عندها واحد مكده. اسمه المكافئات. قال إيه إنه فيه مكافئة خاصة. أنا بعده لك خمسين ألف جنيه للمباراة يعني. إنه لو عدوا مباراة الترجي فوز هيدوم خمسين ألف جنيه. واللي بعديها خمسين ألف جنيه. وهكذا. لعب بياخد حداشر. ما فيه لعبة بتاخد خمسة. في لعبة بتاخد ستة. في لعبة بتاخد سبعة. في لعبة أخد عشر. أياً كان بقى. أبو خمسة مليون في السنة. يعني هيبة مهتمة بالخمسين ألف جنيه؟ يعني أبو خمسة مليون هيبة مهتمة بالخمسين ألف جنيه؟ رزق زياد حلو أوش. طب إنت متصور اللي مش خايف على الخمسة مليون أساساً وبيلعب بهذا الأداء السيء. الخمسين ألف هم اللي هيخلو يلعب. الحقيقة إن اللاعب اللي بيلعب في الظروف اللي فيها زياج ديوت عشان المكافأة ده لعب ما يجب أن يستمر في الزبالك. صحيب أن قدرزك عاوزة تماشي اليوم وتزق معانا. فلو هم الخمسين ألف دول اللي حلوا الحكاية يلا يا عم حط الخمسين ألف بزق زق اليوم زق الموسم خلي اللاعبة ترجع تاني. ممكن يكون ده وجهة نظر الإدارة. لكن التحفيز بالمكافأة بلعب ياخد عال أقل ده اللاعبة اللي تقوم خمسة مليون دول عيلة. ده في إلا أكتر أكتر. يعني اللي بياخده أكتر من خمسة من اللي بياخده أكتر من اللي بياخده خمسة. صحيح واحد زي يوسف أسامة الأبيه بمددله خمسين ألف جديد في المطش يبقى الحمد لله الراجل إنه انت بتددله في السنة مية ألف. فلو جه فاربع مطشات فاس فيهم خاد أكتر خاد موسمين مع بعض يعني. ده ماشي يا قدر أقول يا ماشي اللي بياخد بمية ألف فما يددله خمسين ألف في مطش ترجي رايح جاي أدي مية ألف وشباب أدي مية خمسين أدي مية وخمسين وإخواء مطش المريخ أدي مية ألف جنيه حلو للعب والله للعب اللي زي يوسف اللي بياخد مية ألف جنيه في السنة مش اللعب اللي بياخده عشرة مليون وإحداشة مليون وكمان بنريحه عشان نصطراحها عشان نصطراحها نفسية بحتاج راحة نفسية اللعب اللي يبقى آي مع المكافأة في الزمالك في الظروف دي فدي يعني دليل إن إحنا في منحضر نازلين نازلين تعرفين الزمالك عمل الحالة دي قبل كده أيام الكولفدرالية بس ما كانش فيه لعيبة أيام الكولفدرالية بداخد عشرة أو تاشر مليون أساسا ما كانش فيه الكلام ده خالص مالص بكل الأوجهة محمود كهربا اللي كان نجم الزمالك وقتها في الكولفدرالية كان بياخد ثلاثة مليون في الموسم فما تقوم بتطلع وكان بيطلعوا مكافأة كبيرة بالمئة ألف ماشي يعني برضو حافز لكن إنت بتاخد عشرة أو واحدشم مليون ده المفروض يتخصم من مرتبك ويتخصم من قيمة عقدك أساسا على المستوى الزمالك خمس الدوري وبيدور على فوز أول الموسم ده في إفريقيا وراح يقابل التراجي في تونس وقوله خمسين ألف قال إن لقى خمسين ألف يقول اللي هيهزوا اللعيمة بقى أو يخليهم يأكلوا النجيلة سبحان الله يأكلوا النجيلة إما نشوف لكن في حاجة كويسة حصلت الحقيقة يعني مبارح وهي إن السلاسي تم قيده السؤال هنا السلاسي دول بالنسبة لك إيه أنا بالنسبة لي طوق نجاة طوق نجاة للموسم هل يعني ناصر منسي ومحمد شبانة وإيه أحمد بالحاجة هم اللي هياخدوا الزمالك كده ويشو على كتافهم كده ويطيروا بيه ويحولوا لا لأن الحالة العامة للفريق دول لازم الفريق كله يبصاحي عشان يساعدوا بعض لكن أنت طوق النجاح هنا بتاعت مسلا أحمد بالحاج اللعب بالحاج تقدر تحطه ركيزة أساسية في المطش والمباريات بيعتبره يقدر يطلع المباريات إحنا ما شفناش لسه ما شفناهوش فهو دخل على مباريات مضغوطة وهو مضغوط أكتر بعدم اللعب وفي المباريات كمان مطلوب فيها الفوز فهده أكبر أكبر إشارة اللي إحنا نعرف شخصية اللعب اللعب ده من زوعية زكرال وردي ولا من نوعية طريق حامد والناس التقيلة اللي مهماشي الكلام ده هو ده الموضوح أحبب بالحاج مهم في الملعب آه يقدر يطلع بالكرة وتحرك لقدام ويعمل تمريرات ويتابع ويغطي ممتاز هليق ضرباء تشوفه أدي واحد ناصر منسي من أفضل اللعب في التعامل مع الكرات العرضية ممتاز وبيعرف كمان يلعب الكرة وظهروا للجول ودي معجزة يعني فده برضو ممكن نستفيد به محمود شبانة قبل ما يجي لك كمان من أحرز أهداف هو في سموح وهو كمان بلعب كمان غير إنه مدافع جيد من وجهة نظري لا كمان بيعرف يتعامل مع الكرة العرضية أدي واحد وكمان بيعرف يعمل ضربات الرأس في الهجوم يعني يعرف فيه حرزتك أهداف وانت بحتاج الموضوع ده لأن زيزو حريف فيه مهم برضو إن زيزو مستور يرجع لخمسين ألف جنيه مش انتصر في زيزو بصراحة زيزو بياخد تمنتاشر مليون ولا حاجة ولا أكتر ولا أقل حاجة في الإطار ده خمسين ألف جنيه بقى بقى السماشي يجي مبين باي اللي يعني تعرفين مبين بقى بقى خمسين ألف لكن الحقيقة إنه مشاركة بقى بالحاج ومشاركة مانسي وشبانة أخونا فيرير هو اللي فيه الموضوع حال في لين هيشركهم ولا مش هيشركهم خصوصا إنهم بيتدربوا بقى 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 من 22 يوم ولا شهر وحاجة بقى 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 22 يوم يعني خدوا بجرعة التدريبية الكافية منهم يشاركوا بيجيش بيقول لك أصبح مدخلوش في الأجواء أصلا لا أهو مناش شارك التدريبات وانت شفتها بعينك وعرفهم كويس ومنسمى فكرة إن محمود شبانة أو أحمد بن حاج أو أخونا ناصر منسي ما يشاركوش أما ما يشاركو أساسيين لكنهم موجودين في التشكيل حتى لاحتاج تستعيب بيهم تستغل حاجات معينة لكن تخرجهم برا التشكيل خلص يبواخدهم لي واخدوا عشان يقولون احنا قيدنا اللعبة في إفريقيا والدوري استفدت إيه يعني استفدت إيه يعني أنا استفدت إيه كزمالكاوي يعني رأي مصابة نصور مرتبط نصور ما قالك أنا استفدت أيوة أنا دلوقتي يا ميستر فريرا لو أنت أخدت التلاتة دول بروش وفاترينا إن احنا سجلنا اللعبة في إفريقيا والدوري بس بلعب ده همش استفدت أنا إيه جايبهم ليه هنا بقى أنت كمان محتاجهم محمود شبانة في الدفاع أحسن من محمد عبدالغاني في اللحظة دي أحمد بالحاج أكثر خبرة وخفة من سيف جعفر وبعضها ممكن تشارك الاتنين مع بعض ما فيش مانع يعني كمان ناصر منسي في المهما كان أحسن من سيف الجزيري ومستوى سيف الجزيري الهابط مستوىها الأمم ممكن بقى تلاقيوا السيف الجزيري يسخد شوية كده ويقوم باعتقدة في حد يهدده مش إكدونة رجل الطيب الغلباني اللي بناخده رايح جايب نصفره واسه وتعبيره والله يعني إحنا كان أولى إن إحنا قعد إكدونة جنبنا ولا أخد مصطفى شلبي ندلعه هناك في تونس ونقعد نتحكله ولا أعمل له عيد ميلاد ومتاعه عشان نفسي يتروحشة اللي هي ومزعلان أصله من دايق فنروح لفرحه يعني ناخده نفسحه لكن بدل إكدونة يا رجل بتفسح إكدونة ليه لكن كنولا دوره في الزمالك الفسحة مش المشاركة اللي إذا مقف جئنا فريرا وأشراكوا لكن الحقيقة إنه قلم أعجب بإكدونة اللي راجب بيتفسح فسحة حلوة جميلة طيارة خاصة فنادق إيه الأكل تمام الراحة تمام روح يتفرج على بطش ويرجع ويجري كم مرة كده فسحة جميلة فسحة جميلة حدش عارف يمكن كنولا يتفسح زي أخونا اكدوا لها يلا شوفكم على خير في اللي جاي السلام عليكم